قال سفير أشرف سويلم نائب وزير الخارجية لشؤون المنظمات الإفريقية إن قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي هي جزء من عملية الإصلاح بالاتحاد الإفريقي أضف سويلم أن القمة تعد أو تقوم بتحضير لقمة سنوية عادية للاتحاد الإفريقي لمناقشة العديد من الملفات الهمة لا تزال اجتماعات التحضيرية الخاصة بالقمة النصف سنوية للاتحاد الإفريقي والتي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي لا تزال مستمرة وفي هذا الإطار يسعدنا أن ينضم إلي في هذا اللقاء سعادة السفير أشرف سويلم الممثل الشخصي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجموعة النباد وأيضا مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الإفريقية بتشرف بسيادتك وبرحب بحضرتك فأنا أهلا وسهلا تشرف سيادة السفير بشكل مبدئي لوساتك يعني تعطينا إطلالة على أهمية هذه الاجتماعات والأجندة التي من المنتظر أن ترفع لأسادة الرؤساء وقادة الحكومات المشاركين في هذه القمة إحنا في نيروبي لاجتماعات اللي شغالها حاليا هي اجتماعات المجلس التنفيذي على المستوى الوزاري اللي باشروف برئاسة الوفد المصري فيها وده تحضيرا للقمة قمة الرؤساء والقادة اللي هتنعقد بعد قد إن شاء الله القمة دي بالصياغة دي بتعقد للمرة الخمسة ده كان جزء كان نتيجة لعملية الإصلاح اللي تمت في الاتحاد الأفريقي اللي كان فيه ملاحظة من الدول أنه فيه يعني عادة كبير جدا من القمة بيعقد وبالتالي اتخذ القرار بأنه يبقى فيه قمتين قمة الأولى بمشاركة كل الدول الأفريقية اللي هي قمة الاعتهادية اللي بتعقد في مقر الاتحاد في فبراير على إنه في منتصف العام تعقد قمة أخرى لا تضم كل الدول العظام ولكن تقتصر على الرؤساء الدول والحكومات اللي دولهم بتترقص مجموعات اقتصادية إقليمية بالإضافة إلى الرئيس اللجنة التوجهية للوكالة الأفريقية للتنمية اللي هي النيباد فالمشاركة محدودة الهدف الأساسي هو اتخاذ قرارات هامة اعدادا للقمة الاعتيادية اللي هتوقت فيه في فبراير عشرين عربعة عشرين يمكن أهم الموضوعات اللي بتتنايش في القمة هي أولا ميزانية ميزانية الاتحاد العام القادم وده طبعا موضوع في منتهى الأهمية لكل الدول الأفريقية ولكن بشكل خاص لمصر لأنه طبعا حضرتك أستاذ المشاهدين عارفين أنه مصر واحدة من الدول الخمسة الكبرى مساهمة في ميزانية الاتحاد الأفريقي إحنا لوحدنا مساهمتنا في الاتحاد حوالي 7.5% من إجمال الميزانية اللي بيشتغل بها للاتحاد الأفريقي فمناشرة الميزانية دي كان موضوع بالنسبة لنا في غاية الأهمية الجزئية التانية كانت الاستراتيجية أو الوثيقة اللي بتحدد العلاقة ما بين الاتحاد الأفريقي وما بين المنظمات والتجمعات الإخليمية بحيث يكون فيه تناغم وتكامل للأدوار وده طبعا هو الآخر موضوع مهم جدا كان فيه نقاش مطول على موضوع العام القادم للاتحاد الأفريقي حالي كعرف السنة دي الموضوع العام هو تسريع وتيل التنفيذ التفاية التجارة الحرة الأفريقية وده ناقشناه بتوسع سكرتير عام الاتفاقية قدم عرض والدول العضاء قدلت بدلوها بملاحظاتها وبتوصياتها اللي هيتم إقرارها على مستوى القمة بعد غد ولكن في نفس الوقت كان فيه عرض بقى ليه الورقة المفاهمية الخاصة بموضوع العام القادم اللي يعني هيركز على موضوع التعليم مش لمجرد إسهامه على المستوى الوطني ولكن كمحور أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القرى لتحقيق أهداف أجندة 20-20-63 وبالإضافة إلى كده طبعا فيه عدد آخر من الموضوعات إقرار الترشيحات الأفريقية في المناصب الدولية وخلاف فده بصورة عامة كده المناقشات ده اليوم الثاني انتهينا من جزء معهول بس يعني متوقعين يوم طويل النهاردة لحين عرض القرارات اللي بعدها هيتم إقرارها على مستوى المجلس التنفيذي هيتم رفعها للقمة بعد غد بإذن الله ست سفير نعلم تماما اهتمام السياسة الخارجية المصرية وسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا بعدة موضوعات على رأس أولويات العمل الأفريقي ومن ضمنها زي ما ستك أشارت التكامل الأفريقي الاقتصادي القاري التكامل ما بين التكاتلات الاقتصادية الكبرى مواجهة عدد كبير من الأزامات الأنية ولكن دعني باختصار لو سيدتك قلت لنا أبرز وأهم النقاط التي سوف تركز عليها التحركات المصرية في المشاركة خلال هذه الفعالية لا احنا الحقيقة مهتمين بعدة كبير من الموضوعات ولكن يمكن يعني أركز على موضوعين أو ثلاثة أولا السيد الرئيس هيقدم تقريرين التقرير الأول بصفته رئيس اللجنة التوجيهية لرؤسات دول وحكومات وكالة التنمية الأفريقية للتنمية لأن الحقيقة السنة دي يعني تولينا لهذا المنصب تولي سيد الرئيس لهذا المنصب جاي في وقت حيوي جد لأنه ده السنة التي تنتهي فيها تنفيذ خطة العشرية الأولى لتنفيذ أجندة عشرين تلاتة وستين ويبتدي فيها تنفيذ خطة العشرية التانية لأجندة عشرين تلاتة وستين السيد الرئيس هيقدم تقرير في هذا الموضوع عن أنشطة النيبات السيد الرئيس أيضا هيقدم تقرير عن الرئاسة المصرية الحالية لقمة تغير المنخ وحضرتك أكيد تابعت مشاركة السيد الرئيس في الفعاليات اللي كان على المستوى الدولي اللي كان أخيرها الاجتماع اللي عقد في باريس بالإضافة لذلك سيد الرئيس طبعا نحن مهتمين جدا من موضوعات البنية التحتية ودورها في تحقيق التكامل الاقتصادي وعملية الاندماك بالإضافة بالطبع إلى أن السيد الرئيس زي ما حضرتك عارف هو رائد ملف إعادة الأعمار والتنمية والجهود المصرية في تحقيق السلم والأمن وفقرة مستمرة واللي كان يمكن أخيرها القمة اللي استضافها السيد الرئيس لمناشط الوضع المتأزم في جنوب السفية السودان وكيفية الخروج من هذا المازق بالتنصيق مع غيرنا من الدول المجاورة للسودان سيد السفير أشرف سويلة مع الممثل الشخصي لسيد الرئيس بمجموعة النباد وأيضا مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الأفريقية أنا بشكر السابتة جزيلا شكرا على هذا اللقاء أشكرا كيف أنه شكرا جزيلا